السلام عليكم الدراريك أتمنى تكونوا بأخير صحيح لكم زيانة كل شي ودك جبت لكم الخطة اللي غادي ديرها القجع باش يسادف عودة زياش بشكل مضمون وتكراروا واحد سيناريو وكان داروا تحال هدي نبدو تفاصيل بعد الدخول فوز القجع بقوة في ملف عودة حاكيم زياش ونصر مزراوي وحمد الله المنتخب المغربي وأكد على أنهم دوريات باش يلعبوا معنا الموديال إن شاء الله وحسب مكتقال حاليا فأن القجع قرر رفع الضغط الواقع لو حدخلوا زيت مدرب الأسود ليردخل أمر الواقع ويعيده زياش إلى قائمة المغرب خلال استحقاقات المقبلة خاصة المونديال وسبق للقجع أن لعب دورا بارزا في خلاف الفرنسي إيرفي رونار مدرب سابق لمتخب مغربي والمدرب السعودي الحالي مع حاكيم زياش حيث كان سبع دور رونار الأسباب اندباطية ومسمحش لي باش يشارك في كاسون فريقيا الفرنسي 17 في القابون وسافر وقتها لقجع رفقة رونار إلى هولندا اللقاء مع حاكيم زياش بشكل شخصي وبشكل ودي وتواصل جميل واللي كان صراحة محتار في أندك فايكسام سردان ونجح في جمع رونار وزياش وإدارة الخلاف بينهما حيث عاد بعدها زياش الأسود وصبحت وقتها علاقة جيدة جداً مع مدرب المتخب المغربي السابق وحاليا القشعة كما عارفين عبر عن رغبة ديال الحديثة السعادة اللاعبين القادرين على تقديم إضافة الأسود مهما كانت خلافاتهم مع خالوزيت بحيث أن الحقيقة المونديال ما كيتعاودش بزاف كيتخايم كل أربع سنوات وبالتالي أغلب اللاعبين كحلموا يلاعبوا هذا المونديال هذا وبالتالي فرصة ذهبية زياش وفرصة ذهبية المنتخب المغربي بتقدم أحسن شكل والمجموع عادينا صراحة نرف المتناول مشي بحل من الروسيا لكننا طحنا فهم مع الإسبان ومع البرتغال كانوا متصدرين وكانوا أيضاً قبل البطولة عارفين يجد كل يتأهل رغم أننا قدمنا بطولة عالمية ديك الوقت وكالفار والحكام مشي معنا كما عارفين وضعنا شالتنا قاتل من إيران لكن العامة ده كرواتيا وبلجيكا وكندا نقدروا نحطوا أهداف اللي قدروا يوصلونا إن شاء الله للدور التالي لما لا يعني من الأخير القشاع بغي دير الخطة دروناره عن زياش وتصالحوا لكن غالباً كيبالي بالأخير محاشي قبل الضانة ده أتبال لكم الخوش واشاً غاديبقى مهناء الموديال إن شاء الله وليفوا